ما شاء الله بقى اتجوه النهاردة في دندية كده بسيط شغال اهو اتا الارضية اكيد طبعا في اماكن تمية مطر ازجد من كده رائحنا الحمد الله هنا بقى اقل. المطر اللي على الفرحانين ونفسوه من ايض مطر. بس بتندع اكتر. هو رشة الشارع خلاها رشة حلوة كده. يا جوبرت يلا ندخل جوه. تيجي نولع الشالية. اللهم مش في كل مريض وعافي كل مبتلة وفرج هم كل حزين وضيق كل مكروب وارزق كل فقير وبارك لكل غني وانصر كل مظلوم وارحم كل ميت. اللهم امين. صباح الخير عليكم حبيبنا. ازايوك عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم الجمعة وعشان خاطر رزان محمد متابعة في القناة. قالت يا شوشو احنا مستنين يوم الجمعة ما تنسيش ان انت تصور هنا. كتبت لي كده قبلها بيوم. آآ فعشان خاطرك وخاطر المتابعين اللي بحبوا آآ يوم الجمعة. فقلت هصور النهاردة. فزي ما احنا كده شفنا في الاول الجو كان متغير وفيه تقلبات كده. فيه هوا الشمس مش طالعة. فيه تنديع بسيط. اكيد بقى في بعض المحافظات وفيه اماكن تانية. الجو كانت فيه مطر آآ غزير يعني. فاكتبونا تحت في التعليقات. اليوم الجمعة كان عندكو ايه? يعني فيه مطرة جديدة فيه بس هوا فيه تنديع بسيط كزا عندنا ولا ايه النظام. آآ ان احنا بنبقى اخر ناس الاماكن عندنا بيبقى فيها يعني مطرة بسيطة جدا يعني بعض الاماكن تبقى مراكز تانية بعيدة عندنا او محافظة تانية بنشوفها سيول واحنا عندنا بيبقاش فيه آآ حاجة يعني. فسبحان مغير الاحوال من حال الاحال. طيب قلنا بقى ندفي الدفاة بتاعتنا المجانية من غير كهربا ولا بنزين ولا مية ولا اي حاجة. عارفين احنا الكوالح دي زي ما قلنا عليها. على فكرة احنا يعني يعتبر البلد كلها بتمشي كده بتلاقي كله بيولع الشالية دي. آآ فيه اللي بيعملها بخشب او بيعملها اللي هي الكوالح الدرة. آآ بنعد تدورها طبعا نستخدمها تاني وبنحط معها فحم زي ما احنا شايفين في الاول كده قطع الفحم دي فبتفضل معانا اطول فترة آآ تقعد مدفيانة يعني لان الكوالح دي بسرعة بتصيف وبتخلص لكن اللي هي قطع الفحم بتفضل معانا. والجو هنا كده زي ما بقولكو كان في تغيرات يعني شوية الشمسة تطلع شوية تغيب شوية هوا شوية بس هو فيه هوا. فيه هوا جديد كده. آآ يمكن هتا بصوا يعني الهوا اصلا بيساعد على الاشتعال. آآ فهو اللي عنا الراكية بتاعتنا او الشالية او المنقد او زي اي حد ما بقول آآ على فكرة احنا يمكن بتتولعها مرتين في اليوم. وآآ من الدفع عليها. دخلناها بقى جوة. بعد لما بتصفى احنا بنولعها برا كده في الهواء. اما تولعها مسلا قدام بقى بالشقة او في البلكونة او في اي حاجة عشان الدخانة اللي في الاول. لكن بعد ما خلاص ولعت كده كلها وصفت مندخلها بقى الاولاد بقى بالجماعة وحواليها وبفرحانين جدا. زوجي كان طلب بقى من يعمله في انجال الاهواء. آآ لقمتها كده بالحليب ويزبطها. اينا انت أخوف. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه ديدي؟ زي ما الدفع. زي ما تيجي. لا هي هي كدسه انا بقول لك كده كنا احنا عبيب مسلا كنا نحب نلعب مسلا دعود بحاجة فهي يوم تبو مسكة اللي بتاع كده وذبو بداها كده هوا على دفع تلاقي ايديك ملشوع على طلب اللي بتاع مثلا حب في حلفان ولا في حاجة دبو مسكة اللي بتاع كده والمسبعة ده ما عرفش كنت تعملها إزاي يعني إيه المسبعة؟ أنا ما عرفشي أنا ما عرفش المسبعة والمسبعة ده ها والمسبعة ده ها إيه اكت حطها على حنية وتبعا تبتقربها من عينيك إنت هتعميني حد مثلا بدعيد فيه بقى اللي قولك بتضرب بالشبشب والكلام ده لا ما في الشبشب إحنا فيه ماشى معنا عابرة تيجي بقى في ضغرك في العصعوص وتيجي بقى في توجعلك تخروم لجنبك مثلا إنت عملت حاجة مش عجبه ولا حاجة وإنت صغير خالص بقى ثم تسكلتها كده طلع لسانك إنت بغى تشوف المار تعملت بات شدوا لسانك قبل ما تيجي تقولك طلع لسانا جمع ده تخلي بتاعك الجمر يوم كانت بصيرة يا ابنة وانت شفته ضرب يا ابنة وانت شفته ضرب البشعة ديوالي ها معرف اه والله لدي عزلته كنت بتعزبه؟ بتتعزبه ولا ايه؟ ايه قبل ما تدى اللي تعمل تم عناها جاك تم فخ فيها اه وتم نسخ فيها يعني ايه تخلى لك تواهوج لمتنا الحلوة بقى الجميلة وتجمعنا كده حاولين نتدفع وحنم نتدفع بنتصمر ونتكلم مع بعض دخلنا بعد كده بقى قلنا نعمل شوية رز بلبن عشان الشتة بقى حاجة حلوة يعني فقلنا نعملها الاول بدري وانسيبها عشان تبرد لانه بنحب ناكله وهو بارد يعني فحطينا الرز يتسلق الاول ولما يتسلق كويس جدا نزلنا عليه بالحليب والسكر وبعد كده سيبينه بقى ياخدوا يدي ونهد عليه كده عشان الرز بقى بنزل النشا اللي فيه وفي الاخر بنربط بقى سوايل الحوالي ده بشوية نشا بنضوبهم في مية او الدوبين برضو في حليب وبننزل بالفانيليا ولو حابة تحطي مثلا شوية كريم شانطي او لبن بودرة بيخليه قوامو حلو وبديلو تستو طعم كويس كنا خلاص كده بدأنا هنا نغرب فيها طبعا كده كده ايدي يعني بتساعد فانا وسلفتي وبرضو عميتي اخت جوزي وكده وقفين في المطبخ فاللي بيعمل الرز بلبن واللي بيساعد بيناول وفيه بيحضر الفطار واللي هنعلق مثلا على الفراغ بتاعتنا فاهمين فكده ايدي في المطبخ فانا معارتش بقى اصور هنا وهنا وهنا فكده ايدي سابتة في حاجة واحدة يعني فخلصت هنا لكن احنا عملنا كده حاجة في وقت واحد يعني هنا نخلص الروز بلبن كده على عين ان هو بيبقى سريع وسهل يعني والاولاد بيحبوه ونركينه بقى وقت ما انه بقى نحلف به يعني بعد اللي عايز ياخده بعد الفطار اللي عايز ياخد طبقه بعد الغداء زي ما يحب والناحية التانية بينجهز في الفطار وسلفتي بتعلق برضو على الفراخ او الطيوب على قد ما بيكون يوم الجمعة فيه شغل كتير لكن بيكون بروح حلوة وبنفس مرضية لان كله بيساعد يعني ايد على ايد ما بتعملش كل حاجة لوحدك فكل واحد بيساعد في الحاجة فالحاجة بتخلص بسرعة وبتكون الجو قصري جميل ولما حلوة يعني يمكن انتوا ما بتشوفوا كده الفيديو بتبقى فرحانين وفيه اللي منبرة يقول احنا مفتقدين الجو ده وبنشوفكم بنحس الاستفخير وكمان بتحسسونا باجواء زمان وأجدادنا وأبغاطنا واحنا مغتربين والكلام الحلو ده يعني عايز اقولكم احنا كمان يعني اما بحضرك جوه الموقف بحب الجو ده حبيحسسنا بحاجات جميلة دلوقتي بقى كان وقت الفطار جهزنا بقى وحطينا الفطار كده بكل واحد كله اللي هو مسريعة عشان نشوف البعد كده لان برضو غادرنا بيكون بدري اه فزي ما اقول لكم هنا اهو قد سلفتي علقت على الفراخ البلدي المحشية اه وحط محطوطها ومتولع لهم هديني النار برضو وبعد كده عندنا بقى الخضار هيبقى نهار ده قلقاس ده شكل القاس مش عارف بقى بدول تانية بتسمو ايه ودي القوسة هنعمل القوسة خضرة وهنعمل كمان قلقاس هنعملهم كده نوعين خضار اه كمان القاس ده هنعمل منه بالطماطم اللي هو الاحمر يعني طبيق وهعمل منه بالسل او بالخضرة بالشربة كده الطماطم هنا اتفرمت والقاس هنا كده كنت اشارت وقطع في فيديو للقاس كنت عاملها من ثلاث ستنين تقريبا وكان جاي بمشاهدة حلوة جدا اه عاملت بطريقة تقشير سهلة وكمان باربع طورة مختلفة هسيبه لكم في صندوق الوصف هيعجبكم جدا جدا يعني ده بالنسبة لنوع الخضار موجود دلوقتي اه فهسيبه لكم في صندوق الوصف طبعا كنا جهازنا بقى الرزد والفراخ طلعت وكده اللي قلقاس او شفتها لا اه اه موما كده خلاص هنا بصالوا وصالات الجمعة وخلاص الطبيق اللي قلقاس كده او شق عامل بسيبه دلوقات ودين عندنا كمان الكوسة والرز دي خلاص برضي استخدام ثلاث ثلاث بعد ما الفراخ بتتسلع بندخلها تحت الشواية بنعمل لها عصير طماطم مع ملح وفلفل اسود وشوية زيت صغيرين وبنحمرها لو ممكن تستبديلي العصير طماطم بصلصة تديها لون كمان احسن كده كان غدنا بقى خلاص جهز وكان بسيط كده النهاردة وسهل وسريع ما فيش بقى لبكة ولا محاشي ولا صواني في الفرن ولا كلام من ده فكانت حاجة سهلة يعني بالنسبة لنا النهاردة فعشان كده بقى دخلنا بقى طبقات المطبخ فاختي جوزي امه باثل قالت هعمل لكم بقى النهاردة حاجة حلوة فقلت لها يلا بينا عملينا بقى كده والواحد بقى يدوق على الجاهز كده مش هحط بقى ايدي في حاجة وكده فقالت ماشي يلا هتعمل لنا كده صنف حلو اللي هو بيبقى على البارد يعني حالة طبقات كده على البارد فالخليط ده بيكون عبارة عن دقيق كوباية دي وثلاث كوبايات من اللبن آآ وكمان كاكاو خام وبتحط شوية سكر وزيت يعني بتحلى على حسب الرغبة وبتقلبيه زي مهلبية كده بالكاكاو فاهمني وبنحط بقى كطعة آآ الشوكولاتة دي بتدقى طعم ولون كمان غامق للشوكولاتة الخام آآ بس كده لما يغلبها ويتقلب القوم كده زي المهلبية فبتفضيها كده في الصينية وبقى دي الطبقة الاولى وانسيبها بقى تهدى وتبرد وبعد كده حطت الطبقة التانية عبارة عن بسكوت آآ البسكويت دي يا سادة كانت هترصه كده اللي هو صحيح وبعد كده ايه كنا بندحك ضحك بقى في الوقت ده كل واحد واقف اللي يقول لا آآ جروشي كده ما جروش احسن واللي يقول لا رسي كده تبقى بنحط طبقة ايه مش عارفة ايه وجبنا موز عشان كانت تحط طبقة موز قارت بيبقى حلو قوي فبعد كده العيال كانوا الموز حاف حوالما حطناه بره بقى واشترناه فالعيال كل واحد سابع سابع فخلصوه فقولنا خلاص مشكلة بصو كان جاوه حلو جدا كان كله ضحك وهزار وحاجة يعني ده فكل واحد حط ايده في السنية دي كل واحد يقول لا عايز احط كده طب اعمل كذا فاهمني كل واحد باقتراحي يعني المهم آآ كانت برضو هنا ده كريم شانتيه ده كانت تبقى طبقة برضو تالتة يعني بعد البسكويت بارات هحطها على الوش بدأت برضو تحط هنا بشر من الشوكولاتة الخام يعني حاجة كده بسيط على البسكوت آآ وبعد كده هتحط هنا الكريم شانتيه وديفريدو وبعد ما يتفرد بقى تعمى في الاخر صوص شوكولاتة آآ وهتحط اللي هو ببقى عبارة عن اللبن والسقر والكاكاو وشوية زيت تربط بيوم ان هم بقوا في الخلاط يعني الوصص شوكولاتة على الوش يعني المهم الحالة دي ببقى كزا طبقة ممكن تنوعي فيه آآ عايز تعملي طبقة آآ كريم كراميل آآ طبقة بسكوت طبقة جيلي فاميني اللي هو ببقى حالة على البارد كزا طبقة يعني آآ وهنا لبشر شوكولاتها كان زوجي بشرعة في الاخر بس كانت عمها حالو في الاخر حتى انا يعني في التلاجة لما تهدى شوية وتتماسك وبعد كده بنقطعها قطع عادنا باخر النهار كده وجبناها وكل واحد قطع كده آآ ده كان فيديو النهار ده بتمنى نهار كنا عجبكو بتمنى ان انتو تدفعلوا مع الفيديو بتحطوا لايك للفيديو كمان تكتبوا تعليق حلو بحبكم في اللي وشوفكم على خير فيديو جديد وسلام عليكم